اهلا بحضراتكم في هذه التغطية الخاصة اجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي تصالين هاتفيين اليوم الثلاثاء بكل من الرئيس السوري بشار الاسد ورئيس التركي رجب طيب اردوغان وصراح المستشار احمد فهمي المتحدث الاسمي باسم رئيسات الجمهورية بان الرئيس اعرب خلال الاتصال الهاتفي مع الاسد عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع امس السادس من فبراير والتمنيات بالشفاء العاجل للجرح والنصابين كما اكد الرئيس تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الاليم مشيرا الى توجهات بتقديم اوجه المساعدة الاغاثية الممكنة في هذا الصدد الى سوريا من جانبه اعرب الرئيس السوري عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي مؤكدا اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والاخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين كما تقدم الرئيس السيسي للرئيس التركي رجل طيب اردغان بالتعازي والمواساة في ضحايا الزلزال المروع الذي اصفر عن الاف الضحايا والجرحة مؤكدا تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق وتقديم المساعدة والاغاثة الانسانية لتجاوز اثار هذه الكارثة من جانبه قدم الرئيس التركي الشكرى للرئيس على هذه المشاعر الطيبة مشيرا الى انها تؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي الشقيقين وبتوجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ارسلت جمهورية مصر العربية خمسة طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا من ناحية اخرى اهتمام كبير تبدله وزارة الخارجية المصرية لمتابعة موقف المواطنين المصريين في كل من تركيا وسوريا في اعقاب الزلزال المدمر الذي وقع فجر الاثنين الماضي ووفقا للمعلومات الواردة من السفارة المصرية في انقرة لم تشمل القوائم الصادرة عن الخارجية التركية حتى الان اسماء لضحايا مصريين الان اتصالات السفارة مع تجمعات الجالية المصرية والتحدات الطلاب كشفت عن وجود ضحيتين من اسرة واحدة نتيجة انهيار البناء التي يقتنون بها في منطقة اسكندرون بولاية هتايا وقد تمكنت السفارة المصرية من التواصل مع احد افراد الاسرة الذي لم يتعرض لاصابة لتقديم المساعدة اللازمة له وتستمر السفارة في انقرة في التواصل حاليا مع عدد من المواطنين الذين اصيبوا اصابات طفيفة للاطمئنان عليهم بالاضافة الى الاتصال المباشر ببعض الحالات الفردية التي كانت السفارة على علم بقيام السلطات التركية بنقلها الى دور ايواء نتيجة تعرض منازلهم للهدم من ناحية اخرى قامت توزارة الخارجية بموافاة السفارة المصرية في انقرة بقائمة باسماء عدد من الطلاب المصريين الدارسين في تركيا والتي تم الحصول عليها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث تكثف السفارة قلياً اتصالتها مع الخارجية التركية واتحاد الطلاب المصريين للاطمئنان عليهم والتحقق من سلامتهم لطمئنة ذويهم وحول اوضاع المصريين في سوريا فليس هناك اي معلومات حتى الان تشير الى وجود ضحايا مصريين وقامت السفارة في دمشق بالتواصل مع احد المصريين الذي تعرض لاصابة طفيفة نتيجة تصدع منزله والاطمئنان عليه كما التواصل وزارة الخارجية بالتنسيق مع سفارتي مصر وانقرة ودمشق بمتابعة الموقف على مدار الساعة واصدار البيانات الاعلامية تباعاً بالمستجدات مشاهدين الكرام متواصلون في تغطية اخبارية على مدار الساعة على شاشة تلفزيون اليوم السابع اشكر لحضراتكم طيب المتابعة وفي امان الله